الغضب العارم على أرض الرافدين قوبل بالاستجابة وإن كانت متأخرة من قبل رئيس الحكومة حيدر العبادي الذي أصدر توجيهات وصفت حال تطبيقها بالثورية العبادي وجه بإلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وهناك ثلاثة نواب لرئيس الجمهورية هم نور الملك ووسام النجيفي وإياد علاوي كما يشغل ثلاثة من أبرز السياسين العراقيين منصب نائب رئيس الوزراء هم بهاء الأعرجي وصالح المطلق ووشيرت زيباري رئيس الوزراء وجه كذلك بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشرف لجنة عليا تعمل بمبدأ من أين لك هذا ودع القضاء الاعتماد عدد من القضاة المعروفين بالنزاهة للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين توجيهات رئيس الوزراء شملت تقليصا فوريا لأعداد الحمايات لكل المسؤولين من ضمنهم الرئاسات الثلاث وكذلك إعادة هيكلة الوزارات والهيئات لرفع الكفاءة في العمل الحكومي وتخفيض النفقات وأيضا إلغاء المخاصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئة ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم حسب تعليمات يصدرها العبادي تأخذ بالاعتبار العدالة والمهنية والاختصاص ولعل من أبرز البنود التي تضمنتها المقترحات إبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية فيما قرر تولي لجنة مهنية اختيار المرشحين على ضوء معايير الكفاءة والنزاهة وهي خطوة حال تطبيقها تحدث تغييرا جذريا في العرف السياسي العراقي القائم على توزيع المناصب القيادية بشكل طائفي وطلب من مجلس الوزراء الموافقة على التوجيهات ودعوة مجلس النواب إلى المصادقة عليها لتمكين رئيس مجلس الوزراء من إجراء الإصلاحات التي دعت إليها المرجعية الدينية العليا وطالب بها المواطنون في محاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية التوجيهات التي أصدرها لعبادي تجعله في مواجهة مباشرة مع الكثير من الرموز السياسية والحزبية خاصة المتهمة منها بالتورط في جرائم فساد ولكن ما يقول لعبادي أنه يمتلك الآن دعما شعبيا استمده من الاحتجاجات التي تطالب بتحسين الخدمات والقضاء على الفساد في العراق وكذلك دعم آخر ربما كان هو المحرك لقراراته وهو طلب المرجع الشيعي علي السستاني من الحكومة تصعيد المعركة ضد الفساد على حد تعبيره التوجيهات بما فيها من مغانم ومغارم حصلت على مصادقة الحكومة بالإجماع لكنها تظل حبرا على ورق حتى موافقة البرلمان طبقا للإجراءات الدستورية